السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام إليكم بعض الأحلام وتفسيرها لا تنسى الإعجاب للفيديو من فضلكم ما هم هده الأحلام 1. الطيران قد يعبر عن الحرية، النجاح والتحرر من القيود 2. السقوط قد يشير إلى الخوف من الفشل أو فقدان السيطرة 3. الموت يمكن أن يعني نهاية شيء وبداية جديدة 4. فقدان الأسنان قد يرمز إلى القلق بشأن المظهر أو الشعور بعدم الأمان 5. الماء يمكن أن يرمز إلى العواطف واللاوعي 6. النار قد ترمز إلى العواطف القوية أو التغييرات 7. الثعابين قد تشير إلى الخوف أو التحذير من شيء في الحياة اليقظة 8. البيت يمكن أن يمثل الذات والروح 9. الاختبارات قد تعبر عن الخوف من الفشل أو القلق بشأن الأداء 10. المطاردة غالباً ما تعبر عن الهروب من مشكلة أو مواجهة خوف 11. الأطفال يمكن أن يرمز إلى النقاء، البراءة أو جوانب جديدة من الذات 12. الذهب قد يشير إلى الثروة، الحكمة أو شيء ذو قيمة في حياة الرأي 13. الزواج قد يعبر عن الاتحاد أو الشراكة في جانب من جوانب حياة الشخص 14. الولادة غالباً ما ترمز إلى بداية جديدة أو إبداع 15. الملابس قد تعبر عن الهوية الشخصية أو الدور الذي يلعبه الشخص في الحياة 16. الضياع قد يشير إلى الشعور بالضياع أو الحيرة في الحياة 17. المشاهير قد يعبر عن الطموحات أو الإعجاب بصفات معينة 18. الطعام يمكن أن يرمز إلى الحاجة للتغذية العاطفية أو الروحية 19. الحيوانات قد تمثل الغرائز الأساسية أو الصفات الشخصية 20. الحوامل قد تشير إلى تطور فكرة أو مشروع 21. الغرق قد يرمز إلى الشعور بالإرهاق أو الضغوط 22. الشعر يمكن أن يرمز إلى القوة والحرية أو الفانتي 23. المدرسة غالباً ما ترتبط بالقلق حول الأداء والتقييم 24. الزهور قد ترمز إلى النمو الروحي أو الجمال 25. الحدائق يمكن أن تمثل النمو الشخصي والراحة الداخلية 26. السيارات قد تعبر عن القدرة على التقدم أو التحكم في حياة الرأي 27. المستشفى يمكن أن يرمز إلى الحاجة للشفاء أو القلق بشأن الصحة 28. المجوهرات قد تعبر عن شيء ثمين أو قيم في حياة الرأي 29. السفر يمكن أن يرمز إلى رحلة الشخصية أو التغيير 30. المشي حافياً قد يعبر عن الحرية أو الشعور بالفقر 31. القتال قد يشير إلى الصراع الداخلي أو الخارجي 32. الموسيقى يمكن أن تعبر عن الانسجام والتعبير عن الذات 33. الليل قد يرمز إلى اللاوعي أو المخاوف 34. النور يمكن أن يعبر عن الوضوح، الإلهام أو الهداية 35. الأحذية قد ترمز إلى الأساس أو الاتجاه في الحياة 36. الهاتف قد يشير إلى الاتصال أو الرسائل التي يجب الانتباه إليها 37. الأبواب يمكن أن ترمز إلى الفرص أو الانتقالات في الحياة 38. الأموال قد تعبر عن القوة، الثروة أو القيمة الذاتية 39. الأسلحة قد تشير إلى العدوانية أو الدفاع عن النفس 40. الزواج يمكن أن يرمز إلى الوحدة والشراكة 41. الأمطار قد تعبر عن التجديد والنقاء 42. البحر 43. يا موكو